على وقع اضطراب سوق العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الدنار، انبثق جدل بين حكومة الوحدة الوطنية ومصر في ليبيا المركزي حول سياسات الإنفاق العام والوضع الاقتصادي في البلاد. الكبير وفي رد على تصريحات سابقة للبيبا ازتعرض نقاطاً مالية واقتصادية، بيّن خلالها أن حكومة الوحدة أنفقت قرابة 420 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية في أوجه معظمها استهلاكي. أرقام نفها وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة سهيل بوشيحة، إذ قال في تصريح للأحرار إن إجمالية الإنفاق خلال تلك الفترة بلغ 340 مليار دينار، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أكد تسجيل الوزارة فائضاً في استخدامات النقد الأجدوي بلغ 4 مليارات دولار خلال فترة حكومة الوحدة. محافظ المركزي الذي أثار نقاطاً أكثر توتراً وغموضاً أشار إلى وجود تزوير بفئة الخمسين دينار، وإنفاق مواز مجهول، تسبب بشكل مباشر في زيادة الطلب على النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. بيان الكبير الذي جاء دون تفاصيل لملامح الإنفاق المجهول ولا عن الإجراءات المؤكدة التي ستتخذ حيال العملة المزورة، انعكس على شأن العام. إذ قالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن سحب أي عملة يتطلب موافقة المحافظ ونائبه محذرة من رفض التعامل بالعملة المتداولة، وهو ما يطرح سؤالاً عن موقفها إزاء العملة التي قد تسبب فجوة اقتصادية كبيرة. جادل العملة المزورة وغموض الخطوة القادمة حيالها انعكس أيضاً في التعاملات المالية بالأسواق، كما تصاعدت معه مخاوف التجار والمواطنين، إلا أن مدير إدارة الإحصاء والبحوث بالمصرف المؤكزي علي المبروك نفى في مداخلة مع الأحرار قرار سحب ورقة الخمسين من التداول، مبيناً أنها توفرت بكثرة وسببت ضغطاً وطلباً كبيراً على العملة الأجنبية. وبينما يغلف الجمود حالة المشهد السياسي تطرأ تطورات اقتصادية تنبئ عن خطورة الوضع في البلاد كما يقول مراقبون، علها تسهم في حال حالة الوضع المعقد والدفع به نحو الأمام، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون آلاتها أكثر خطورة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما يؤثر سلباً على حياة المواطنين المعيشية لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان.